كم وقية أونسيز موجودة في 6 أرطال باونز؟ إذن لدينا 6 رطل ونحن بحاجة لأن نحولهم إلى وقية وإذا كنت لا تعرف فستعرف الآن أنه يوجد 16 أوقية في كل رطل إذن ما نحن بحاجة لأن نفعله وأن نحصل على رطل في المقام إنه موجود في البسط الآن إذن سوف نقسم على رطل ونضرب باوقية إذن سنقسم على رطل باونز ونضرب باونزز باوقية ربما أنني سأكتب هذا نضرب باوقية وقد أخبرتكم أنه يوجد 16 أوقية في كل رطل فإذا ضربت هاتان العبارتان فإن هذا الرطل سيحذف مع ذلك الرطل ويتبقى لدينا وحدة الوقية وهي ما نريده ونضرب ستة درب ستة عشر لقد نجح استخدامنا للوحدات وهي منطقية كذلك إذا كان لدي 16 أوقية في كل رطل ولدينا ستة أرطال سيكون علينا أن نضرب ستة درب ستة عشر فهذا سيكون العدد الإجمالي للوقيات التي لدينا إذن هذا يساوي كم هو حاصل درب ستة درب ستة عشر إذا أخذنا ستة درب ستة عشر ستة درب ستة يساوي ستون وثلاثون نضع ثلاثة في اليد ستة درب واحد يساوي ستة زائد ثلاثة يساوي تسعة إذن ستة درب ستة عشر يساوي ستون وتسعون هذا مقصوم على واحد هنا لكنه لا يغير أي شيء وقل ما تبقى لدينا هو وحدة الوقية إذن ستة أرطال تعادل ستون وتسعون أوقية